قالوا شهدنا على أنفسنا ثم قال وغرتهم الحياة الدنيا أي أن السبب الذي من أجله انحرفوا هو اغترارهم بالحياة الدنيا اغترارهم بالحياة الدنيا ربنا استمتع بعضنا ببعض وهكذا نحن اليوم الذي يسرق والذي يغش والذي يرابي والذي يزني والذي يشرب الخمر والذي يعق والديه والذي يعارض تطبيق شرع الله وغير ذلك كل هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا فما زالت حياة الدنيا تغرر الناس كما قال الله دار الغرور والشيطان وغركم بالله الغرور الشيطان ما زال جل معاصي الناس اليوم من تغرير الشيطان بهم واغترارهم بالحياة الدنيا وذلك سميت دار الغرور أي هذه الحياة الدنيا فالقصد النساء لابد أن يكون حذرا لأن هذا القرآن صالح لكل زمان ولكل مكان كما خاطبهم يخاطبنا فننتبه حتى لا تغرننا هذه الحياة الدنيا ولا نقدم عاجلها الذاهب على الآجل الباقي الغبي هو الذي يأخذ العاجل الزائل الذاهب ويفرط في الآجل الباقي الدائم